أزائي طربي الطالبات التعليم الفني الصناعي الصف الثاني السنوي أهلا وسهلا بكم في مادة الفيزياء إحنا الحمد لله الحلقات السابقة خلصنا المنهج وابتدينا إن شاء الله مع بعض أول حلقة النهاردة في المراجعة هنبتدي مع بعض المراجعة الأولى وإن شاء الله تبقى مراجعة يعني فعلا شيقة ومليانة بأسئلة متنوعة وأتمنى أنتم تستفيدوا منها وأتمنى أنتم اللي ما ابتداش يزاكر يبتدي يزاكر طبعا كل صالحنا طيبين خلاص الامتحانات على الأبواب ويبتدي على قد ما يقدر يحصل من المعلومة بتاعتي طيب إن شاء الله بإذن الله أن نوريكم الأسئلة بتيجي إزاي وإيه الفرق مثلا لو فيه مصطلحة علمي إذا فيه تعريف لو فيه تعليل ماذا يحدث اسم الجهاز بعض المسائل طبعا المهمة وفيه بعض الإزباتات اللي خدناها في المنهج مع بعض نشوف كده أول سؤال بيقول لي أسكر خصائص المواقع هناخدنا الخصائص المواقع اللي هو المنهج بتاعنا أول حاجة الكسافة الضغط أيوة برافو عليكم التوتر السطحي قاعدة أرشيميدس وقوانين الطف نتكلم عن حاجة حاجة لو جاء قال لي أسكر المصطلح العلمي لكل منه معنى كده أنه هو جايب لي السؤال والتعريف بتاعي وأنا مجرد أنه أقول إيه المادة دي أو إيه التعريف بتاعي بيقول لي إيه هو المواد التي تتميز بقدرتها على الإنسياب مثل السوائل والغازات طبعا دي اللي هو إسم الوحدة بتاعتنا اللي هي المواقع السؤال الآخر هي كتلة وحدة الحجوم أيوة خدناها في سنة 5 ابتداء برافو هي عبارة عن الكسافة النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة الماء عند نفس درجة الحرارة إحنا قلنا النسبة بين كسافة المادة اللي كسافة الماء فاكرين أيوة صح هي الكسافة النسبية القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات نبتدي في الجزء الثاني اللي هو الضغط اللي هي الخاصية الثانية طبعا القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات هي الضغط نبتدي بقى أسلوب تاني أو نوع تاني من الأسئلة ما المقصود بأن الوزن النوعي للألمونيوم يساوي كذا إحنا اتفقنا من أول السنة إن كلمة ما المقصود أو ما معنى طبعا هي نفس الكلمة ويجيب لي جملة الجملة دي حاجتين يا إم عايز تعريف الحاجة اللي هو بيقولها يا إم هو جاي بالمعرف وعايزك أنت تقول إيه هو ده هنا بيقول لي ما معنى أن الكسافة النسبية للألمونيوم بيساوي 2.7 من عصر يعني هو عايز مادة الألمونيوم وكسفة بتاعتها شكلها إيه طبعا هناخدنا كلمة الكسافة النسبية ولسه أي لها من شوية هي عبارة عن إيه أيوة هي النسبة بين كسفة المادة إلى كسفة المية عند نفس درجة الحرارة هنا هو محدد المادة الألمونيوم الحديد النحاس يعني أي مادة صلبة فهقول إيه بقى هي كسفة الألمونيوم إلى كسفة المية عند نفس درجة الحرارة بتساوي الـ 2.7 من عشر نشوف كده يا أولاد هي عبارة عن نسبة بين كسافة الألمونيوم اللي كسافة المية عند نفس درجة الحرارة بتساوي الرقم اللي هو أيضا ما المقصود بأن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات من سطح الماء تساوي 5 في 10 أس 5 نيوتن هو ده تعريف إحنا نسألون من شوية القوة اللي بتؤثر عموديا على وحدة المساحات أيوة برافو شطور الضغط يعني أن الضغط بيساوي أساوي بالرقم اللي هو أيضا اللي هو 5 في 10 أس 5 ومنساش وحدة القياس يا أولاد في الآخر هو الضغط بيتأس بإيه بنيوتن لكل متر مربع النوع تاني من الأسئلة اللي هو علل علل لما يأتي الكسافة النسبية ليس لها وحدة قياس ليه فاكرين هنالسألين هي النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة المية طب هو يعني النسبة يعني إيه نسبة يعني مثلا أرقام 1 على 2 1 على 3 و1 على 5 النسبة ليس لها وحدة قياس يا أولاد يوما معنى كده أن الكسافة النسبية ما لهاش وحدة قياس ليه لأنها إيجابتها ببساطة لأنها نسبة نيجي الأول استنتاج معنا في المنهج بيقول إيه استنتج أن الضغط عند نقطة في باطن سائل يتعين من العلاقة الآتية بي بتساوي بي اي زائد اتش جي رو ده طبعا عندنا شوية استنتاجات أول استنتاج بيقول إيه عايز استنتاج الضغط في باطن سائل يعني الضغط في باطن سائل عندي يبقى ضغط السائل وضغط جوي اللي احنا عايشين فيه اللي هو بي اي بي أتموسفير وعندي الارتفاع اللي هو الاتش بتاع الجسم عندي كسافة بتاع السائل اللي عندي اللي أنا عايز أعين الضغط جوه اللي هو الرو وعندي الجرفتي بتاعتي اللي هي الجي طبعا هاجيب منين البي احنا عشان أحدد البي انا عندي قانونين مهمين جدا جدا عشان ألجأ للبي ده ايه هو انا عندي الكسافة من شوية انا قلت كسافة هي عبارة عن كتلة وحدة الحجوم القانون بتاعها بيقول ايه رو بتسوي ام على في رو كسافة بتسوي كتلة على حي طيب من هنا أقدر أجيب الكتلة ذات نفسها اللي هي الام هعمل أضرب طرفين في وسطين هيبقى الام بتسوي الرو في البي وانا هستعمل القانون ده بعد شوية طب فيه قانون تاني قال لي اه انا خدت من شوية قلت ايه الضغط هو القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات يعني معنى كده البي بتسوي الاف على الا قوة فرصة عندي على الارية بتاعتي اللي هي الا يبقى بي بتسوي اف على ايه طبعا انا عايز البي بقى دي اجيبها منين يبقى لازم اجيب القوة اللي هي اف واجيب الايه طب هو عمل ايه هو جاب انع وحط فيه مائع او سائل زي مثلا الميا وجاب لوح خشبي اللوح الخشبي ده متوازي مستطلات يعني لطول وعرض وارتفاع اكس وواي واتش اكس وواي واتش التلات احداثيات بتوعي طول وعرض وارتفاع ومن خلال الطول والعرض والارتفاع ياولاد هنعمل ايه ايوه هنجيب المساحة وبعد كده هجيب الحجم ومن الحجم هجيب الكتلة وبعد الكتلة هجيب القوة اللي انا عايزها مجرد ما وصلت للقوة خلاص كده يبقى انا قربت للبي لان البي بساوي الاف على الايه وباعتبار ان انا طبعا في ضغط جوي هقولي ان الضغط الجوي موجود واكتب المعادلة اللي هو عايزها البي بساوي بي ايه زي اتش روجي نشوف مع بعض كده الاسبات او الايه اللي هي المساحة بتساوي اكس وواي اللي هو الطول في العرض بعد كده جبت الحجم هو المساحة في الاتفاع يعني ايه في اتش مجرد ما جبت الفوليوم اقدر اجيب الايه الكتلة اللي هي ام الماس بتاعتي الماس عبارة عن ايه انا قلنا عبارة عن حجم اللي هو الفي في الرو طب الفي بيقولي هو ايه في اتش يبقى ايه اتش في رو وصلت للكتلة يبقى قدر اقولي الاف بتساوي ايه اتش في جي في رو طبعا الجي جبتها منين هي جرافة بتاعتي عجلة الجاذبية وانا جبتها من سنة اولى القانون التاني لنيوتن اللي هو بساوي اف بتساوي ام في جي هنا الام موجودة عندي فلمجرد ما اضربها في الجي جرافة بتاعتي تطلع الاف ياولاد خلاص انا جبت الاف وانا وصلت كده ايه قربت للايه للبي يبقى بي بتساوي اف على ايه هقولي الاف اللي هي ايه اتش جي في رو على الايه انا عندي بسط ومقام ايه هتتشدب يبقى بي بتساوي اتش جي رو دي عبارة عن ايه اولاد دي عبارة عن بنسميه ضغط السائل طب انا باعتبار ان انا عايشة في ضغط جوي اللي هو بي ايه يبقى البي بتساوي بي ايه زائد اتش جي رو وهو المطلوب استنتاجه او اثباته يبقى انا باستنتك هو ايه اللي استنتك ان البي بتساوي بي ايه زائد اتش رو جي طبعا الاثباتات مهمة عندنا كمية اثباتات كبيرة جدا في المنهج المفروض بتبقى يعني المفروض انا حافظها ده طبعا ده اول استنتاج بيبقى طويل شوية ولكن ايه نتيجة ان انا تدولته كتير فالمفروض اللي واحد يكون ايه حافظه طيب بعد كده عندي حاجة اسمها ايه كسافة نسبية فاكريني الكسافة النسبية دي بس انا عايز اجيب الكسافة النسبية لمدة الزيت يعني انا هجيب يبقى عندي انبوبة زاتا شعبتين فرعين يعني لها شكل حرف اليوم وهجيب كمية من سائل المية واضيف كمية من الزيت او الكيروسين فوق الماء طبعا هنعارفين ان الكيروسين والماء لا يختلطوا غير متجنسين يعني ما بيدوبوش في بعض فاللي بيحصل في الفرعي بتوع الانبوبة هلاقي فرع به ماء والفرع الاخر المادة الاخرى اللي هي الزيت او الكيروسين ومن هنا اقدر ابتجي اعمل ايه اجيب الكسافة النسبية للزيت هعمل ايه انا جبت انبوبة على شكل حرف يو او زاتا شعبتين وحطيت فيها كمية من الزيت وكمية اخرى من الماء الطرف اليمين مية والطرف الشمال فيه الزيت هو عايز الكسافة النسبية كسافة ليه الروم لو انا لاحظت حاجة كده في الرسم ياولاد انا عندي فيه قعدة بتقول لو انا عندي السائل واخدت سطح افقي مستوي يعني ايه سطح افقي مستوي زي الترابيزة كده ده كده اسمه سطح افقي مستوي فنجد ان انا الضغط عند نقط على هذا الخط متساوية يعني ان انا لو جدت الانبوبة على شكل حرف اليو وخدت الخط المستوي ده هقول ان الضغط مسلا عند نقطة الف بساوي الضغط عند نقطة ب ولو انا عندي الاواني المستطرقة اللي هي عدة اواني مختلفة الشكل والساعة هقول الضغط مسلا عنده بيسوي به بيسوي جين بيسوي ده الى ما لا لايه يعني معنى كده ان الضغط لما يبقى متساوي ليه؟ لان انا عندي قعدة بتقول ان انا لو هو سائل واحد يعني واحد بس اللي هو زيت او مي او جيروسين فان السائل وكسافته متساوية وطبعا كله مفتوح ومعرض للضغط الجوي اللي هو البي ايه طب هنا بقى انا مش جايب سائل واحد ده انا جايب سائلين والاتنين طبعا غير متجنسين عايز احسب الكسافة النسبية للزيت اللي هي المادة الاخرى هعمل ايه؟ هحط كمية من الزيت وحط كمية من الماء واخد سطح افقي برضو عند اي نقطة تعجبني هيبقى عندي نقطة الف ونقطة بيه او بي ايه مثلا وبي بي سي وابتدي احسب كل نقطة يعني مثلا عند نقطة الزيت الناحية بتاعت الزيت كده هبصة لقي ايه عندي فيه ارتفاع وعندي فيه كسافة المادة الناحية التانية عند المية في الناحية اليمين هلاقي سائل الماء ليه ارتفاعه وليه كسافته والاتنين ياولاد معرضين للهواء الجوي مفتوحين ففيه ضغط جوي اللي هو البي ايه والاتنين برضو بنفس الجرافج بتاعته الجزبية الارضية فانا هقول لي ايه بقى بتدي الاستنتاج بتاعي او الاسبات بتاعي ان الضغط عند النقطة الاولى اللي هي بي ايه بتساوي بي ايه اللي هو اتموسفير زائد اتش وان رو وان في جي ليه ما عملتش جي وان لان الجرافجي متساوية واحنا عارفين كده من السنة اللي فاتت طب بي سي اللي هي النقطة الاخرى بتساوي بي ايه ضغط جوي زائد اتش تو رو تو في جي طبعا لو انا قلت بي ايه بي سي هساوي معادلتين يعني بي اي زائد اتش وان رو وان في جي بيساوي بي اي زائد اتش تو رو تو في جي طبعا الجرافجي متساوية والبي ايه عندي متساوية يبقى الملقص عندي هتبقى ايه شطار برفع عليكم اتش وان رو وان بيساوي اتش تو رو تو انا ممكن اعجبها على الصورة جي لكن هو ممكن يجي يقول لي اسبت المعادلة الاتية رو وان على رو تو بتساوي H2 على H1 بعملها ايه بسط ومقام على طول فيقدر اننا عمل H2 على H1 وبتساوي رو 1 على رو 2 دي اللي هو الاستنتاج اللي هو التاني اسمه الكسافة النسبية للزيت طيب عندي جهازين مهمين جدا احنا ازلنا في الخاصية التانية اللي هي الضغط احنا اتكلمنا عن الكسافة ودخلنا في الضغط جهاز اسمه البارومتر الزقبقي ويطلق عليه بارومتر ترشيل ممكن ابص لاقي فورة الامتحان الرسمة موجودة ويقولي اسم الجهاز ايه ويستخدم في ايه الجهاز البرومتر ترشيلية او بارومتر الزقبقي هو عبارة عن حوض بزقبق وانبوبة طلها متر مناكسة مملوقة بالزقبق بجيب انبوبة طلها متر طويلة وانبلاها زقبق واناكسة قالبها وبعد فترة هلاقي ان الزقبق ابتدى ينزل وينخفض المستوى بتاعه لطول معين لما عمل التجربة ترشيلية العالم بتاع اللي اكتشف الجهاز لقى ان الطول دوت او الارتفاع دوت بيوصل لغاية 76 سم وبيقف عند كده من هنا عارف ان الهوى الجوي مايقدرش يشيل الى طول عمود من الزقبق طول هذا العمود 76 من مادة الزقبق مادة الزقب احنا عارفينها اللي هي موجودة في الترمومتر او لو انا بشوف مثلا ماما او بابا عن الدكتور الدكتور بيقيس الضغط والزقبق بيطلع وينزل هو جهاز لاستخدام قياس الضغط بايه بمادة الزقبق هذا الجهاز يسمى برومتر ترشيلي او البرومتر الزقبق يستخدم لقياس الضغط الجوي اللي هو البي ايه نشوف كده رسمته ايه يا ولاد عبارة عن حوت والحوت ده طبعا انا برسم واحدة فيهم ممتلق بالزقب وانبوبة وهذه الانبوبة مملوقة بالزقب مناكسة ولو انا نكست كويس هلاقي فيه منطقة فراغ فوق هتا فضية في الانبوبة واذا ده الفراغ يسمى فراغ ترشيلي بيجي في الامتحان يقول لي ما هو فراغ ترشيلي هو ايه ده هو عبارة عن الحيز الفارغ فوق سطح الزبق المنطقة الفضية طب يا ترى طغطه قام ضغطه يا ولاد بيساوي سفر ايه ده هو مش ضغط جوي لا احنا ما نمتكلمش عن ضغط الجوي الجهاز هو اللي بيقصد ضغط الجوي اما الحتة الفضية اللي هي الفراغ بتاعي دوت اللي هو فراغ ترشيلي نسبة للعالم اللي اكتشف الجهاز ده فراغ يعني ايه فراغ يعني مفيش هوا يعني ضغطه بيساوي زيرو يبقى فراغ ترشيلي تعريفه هو عبارة عن الحيز الفارغ سطح الزئبق وضغطه يساوي السفر ويسمى هذا الجهاز باسم العالم ويستخدم لقياس الضغط الجوي عندي كمان لو انا حبيت سيغة من الاسئلة اكتب العلاقة الرياضية لكل من كلمة علاقة الرياضية يا ولاد يعني قانون فقط قانون فقط وقانون بالرموز زي ما احنا ايه اتعودنا عايز العلاقة الرياضية للكسافة اللي هو رو بتساوي m على v واستعملناها من شوية في الاسبات طيب عايز الضغط الضغط بس هو بساوي f على ايه الضغط يا ولاد اللي هو الضغط الاجسام صلبة اللي هو القوة المؤسرة عموديا على وحدة المساحات لكما انا عندي فيه ضغط تاني اللي انا اثبته من شوية هو الضغط في باطن سائل اللي هو b بساوي b a زائد h رو g اللي هو الاستنتاج اللي احنا لسه مستنتجينه طبعا الاسئلة بتبقى متنوعة جدا في الامتحان ولازم ابقى لها ايه فاهم محافظ كويس واقعرف افرق بينهم طيب انا لسه قايل من شوية وزن عمود من الزئبق طوله 76 سنتيمتر او 6 لو انا هحوله للمتر هقسم على 100 يبقى 76 من 100 متر زئبق ومساحة مقطعه الوحدة لسه انا قلت ايه هو وزن عمود الزئبق اللي طوله ايه وصح الضغط الجول برافو عليكم يا ولاد يبقى الضغط بس هو قوة مؤثرة عمودية على وحدة المساحات لكن بالضغط الجوي لازم اقول فيه الزئبق نسبة للجهاز بتاعه اللي هو البرومتر الزئبق هو وزن عمود من الزئبق طوله او ارتفاعه 76 سنتيمتر ومساحة مقطعه الوحدة نشوف سؤال تاني بطريقة اخرى ما المقصود بان الضغط الجوي عند سطح البحر في وقت ما بيساوي 1.13 من 1000 بار ايه هو البار ده هو واحدة من وحدات قياس الضغط الجوي زي ما هناخد دلوقتي ايه اللي مقصود بالضغط الجوي ده يعني هو عبارة عن ايه هو عبارة عن وزن عمود الزئبق وعايزني اعرف الضغط الجوي يبقى هو وزن عمود من الزئبق على وحدة المساحات عند سطح البحر بيساوي كام الواحد و13 من 1000 نيوتن ليه كدبت نيوتن؟ لان الوزن خد نفسنا اولى هو قوة جذب الارض للجسم يعني نفس وحدة القوة القوة وحدتها نيوتن يبقى الوزن برضو وحدته بالنيوتن لكن في السؤال كاتب البار لان البار احدى وحدات قياس الضغط الجوي لازم افرق في النقطة جي يعني بتفرق نص درجة فاخصارها نص درجة يبقى انا ايه بقول لي الوحدة القياس هي النيوتن الجهاز الاخر اللي عندي هو المانومتر ايه هو المانومتر يا ولاد؟ هو عبارة عن جهاز على شكل حرف اليو وينتهي بانتفاخ وهذا الانتفاخ ممتلئ بالغاز يعني ايه الغاز؟ قال لي اه اصلي الجهاز المانومتر دو وبرضو يطلق عليه المانومتر الزئبقي ليه لانه ممتلئ بالزئبق فيه الانبوب على شكل حرف اليو ده هتبص ليها ايه ممتلئ بالزئبق طب الانتفاخ اللي عندي ده ممتلئ بايه؟ ممتلئ بالغاز اي غاز قال لي اه انا عايز مثلا غاز الاكسوجين احدد الضغط بتاعه هملة الانتفاخ دوت بغاز الاكسوجين عايزة سانكسود الكربون عايزة النيتروجين اي غاز اصلي المانومتر يستخدم لقياس ضغط الغاز اي غاز عندي بملقه في الانتفاخ وبعد كده بكمل الانبوبة بيسائل الزئبق واقدر احدد ازاي اقدر اجيب ضغط الغاز ممكن يجي في الامتحان يقول لي ايه؟ ارسم جهاز المانومتر ووضح فيما يستخدم مع الاستنتاج يعني كمان عايز استنتاج هرسم الانبوبة على شكل حرف اليو وحط الزئبق بتاعي واعمل الانتفاخ واكتب ان ضغط الغاز طيب ده بيقيس ايه؟ بيقيس ضغط الغاز طب هيقيس ازاي؟ اثبته ازاي؟ زي ما اخدنا من شوية هاخد ايه؟ هاخد مستوى افقي واحد عم في الانبوبة على شكل الحرف اليو واقولي ان النقطتين دول بيساوي بعض يعني مثلا بي ايه؟ بتساوي بي بي طيب الناحية الشمال اللي احنا ركزنا هنلاقي الغاز فقط فهقولي يبقى بي عند ايه؟ بيساوي ضغط الغاز اما بيه الضغط عند الليكود اللي هو الزيبق الناحية التانية اللي هو في الناحية اليمين هيساوي زيبق اللي هو يعني اتش و رو جي ضغط المادة اللي عندي زايد ان هو مفتوح للهوة اللي اير عندي يبقى فيه ضغط جولي نشوف كده الاسبات هيقول ايه؟ يبقى انا عندي اللي هو الجهاز بتاعي بتاع المانومتر و البرومتر ياولاد بصوا بيجي سؤال تاني بيقول استخدم البرومتر الزيباكي فيه نقط استخدم فيه؟ استخدم فيه قياس الضغط الجوي الجهاز الاخر يستخدم المانومتر فيه لقياس ضغط الغاز او فر الضغط يبقى انا عندي جهازين دول مهمين جدا و دايما يبيجوا اختار او اكمل ممكن يجي الرسمة بتاعتهم ازاي بقى احدد ضغط الغاز و ارسم الجهاز بتاعي نشوف كده ازاي الرسمة بتاعتي المانومتر و ابتدى احدد الضغط بيقول لي ايه؟ ايه و بيه يا قعان في مستوى افقي واحد تمام الضغط عند ايه؟ اللي هو لازم يساوي عن الضغط بيه هي كلمة دي مستوى افقي واحد يبقى الضغطين متساويين ابتدى افنط كل ايه ضغط هقول الضغط عند ايه بيساوي ايه؟ بيساوي ايه ضغط الغاز احنا لو ركزنا في الرسمة على ناحية الشمال كان ضغط الغاز اللي هو الانتفاخ فقط اما على ناحية اليمين كان فيه عندي زيبع اللي هو ضغطه ه جيرو زائد البي ايه اللي هو مفتوح للضغط الجوي طب انا نساقيل ان البي ايه بيساوي البي بي يعني الضغطين متساويين ازا بي غاز بيساوي البي ايه زائد اله جيرو يبقى ده كده عندي جهاز المانومتر وبيستخدم لقياس وانا ممكن يجي يقولي استانتك تمام وممكن يجي يقولي لا ارسم مع ذكر العلاقة الاخيرة هي العلاقة اللي هي العلاقة اللي تعيين ضغط الغاز اللي هي بي غاز بالساوي بي ايه زائد اتش رو جي طيب ده بالنسبة للمانومتر لكن المانومتر بيستخدم في حاجة تانية اسمها ياولاد فرق الضغط كلمة فرق ايه يعني سالب يعني ايه سالب هقوله ان البي غاز بالساوي بي ايه سالب اتش رو جي هي نفس العلاقة ولكن بحط بدل الموجة بسالب ده بيستخدم قولنا لايه لكياس فرق الضغط يعني لو جي قالي المانومتر لكياس ضغط الغاز هكتب بي غاز بالساوي اتش بي ايه زائد اتش رو جي طيب لو قال لي فرق الضغط يبقى لازم كلمة فرق يبقى فيها السالب هقوله بي غاز بالساوي بي ايه سالب اتش رو جي ويبقى كده احنا خلصنا الجهازين اللي عندي في المنهج نشوف بقى وحدات قياس الضغط سعاد يقول لي ايه اذكر بعض وحدات قياس الضغط اول وحدة اللي هي النيوتن لكل متر مربع تاني وحدة البسكال وبيساوي نيوتن لكل متر تربيع التالتة البار بيساوي 10 قص 5 نيوتن لكل متر مربع رابع وحدة سنتيمتر زيبق وهو بيساوي 76 سنتيمتر من الزيبق اللي هو بتاع الجهاز البرومتر بتاعي وبعد كده مليمتر زيبق بضرب في عشرة اللي هي 760 مليمتر زيبق واخر وحدة اللي هي الطور بتساوي 1 مليمتر زيبق اللي هي 760 مليمتر زيبق انا طبعا يعني فيه طلبة يقوله كتير 6 وحدات لقياس الضغط تمام الوحدة الاساسية عندي اللي هي نيوتن لكل متر تربية اللي احنا لسا قيلنا من شوية الوحدات الاخرى ياولاد يعني انا عندي مثلا الطور نسبة للعالم تورشلي اللي هو اكتشف الجهاز الاولاني اللي هو البرومتر الزيبق ووحدته بتساوي مليمتر زيبق اللي هي 760 مليمتر زيبق عندي السنتيمتر اللي لازم ابعارف انه هو 76 سنتيمتر اللي هي بتاعت الارتفاع بتاع الزيبق طيب عندي فيه باسكال هي وحدة جديدة وهنتكلم معانها بتاعت قاعد الباسكال بعد شوية وده عالم اللي اكتشف فرامل السيارة يوه الباسكال ده بيساوي ايه بيساوي نيوتن لكل متر مربع وحدة تانية بار بتساوي 10 قص 5 نيوتن لكل متر تربية ساعة بييجي في الامتحان يقولي ايه الباسكال بيساوي نقط يبقى انا لازم حافظ الوحدة بتاعته اللي هو نيوتن لكل متر تربية يعني دايما لما يبقى فيه مثلا البار بيساوي نقط التور بيساوي نقط يبقى دي لازم انا بقى انا ايه مذاكرها اولاد علشان ايه ما اتلقبطش فيها نشوف نوع تاني من اسئلة اذا اثرنا بضغط على سائل محبوس في اناء فان هذا الضغط ينتقل الى جميع اجزاء السائل وجدار الاناء الحاوي لهم ده ايه ده حد فاكر لما انا بأثر بضغط في سائل والسائل ده موجود في حيز معين اللي هو بتاع زيت الفرامل عن قاعدة باسكال اللي انا كنت لسه بقول ان باسكال بيساوي نيوتن لكل متر مربع نسبة للعالم اللي اكتشف فرامل السيارة باسكال ده عمل ايه قال ان انا اقدر اقصر بضغط وهذا الضغط اقدر اقصر عليه ايه اللي هيحصل لو انا اصرت الضغط على سائل الضغط ده هيزداد بصورة كبيرة جدا جدا وبتجي تزيد الزيادة دي تزداد تزداد ويحصل زي ايه لما الضغط يزيد كده كأن جزيئات السائل تتخبط في بعض وتتخالق فالضغط بيضا ضعف بسرعة كبيرة فبتدي يأثر على مجبس اخر مجبس كبير وهذا المجبس بيبقى متصل بالعجل الخلفي للسيارة وبالتالي بيقدر المجبس الزغير ده اللي هو الدواسة بتاعة العربية توقف بسرعة الفرامل بتاعتنا من ورد ان انا دوس دوسة صغيرة على الفرامل بتاعتي الالة الكبيرة الضخمة دي كلها او السيارة الكبيرة دي بتوقف من الضغطة بتاعتي باستخدام قاعدة بسكال طيب بسكال تطبق الكلام ده في جهاز صغير كده حاجة بنستخدمها اللي اسمها المكبس الهايدروليكي اسمه يا ولاد المكبس الهايدروليكي بيتكون من مكبس صغير مساحة مكبس صغير ومساحة مكبس كبير وسائل موجود في حيز معين بيقى المكان ده معدن مش بلاستيك عشان السخنية بتاعت العربية اهو المكبس اهو لو قال لي اسكر تطبيق على قاعدة بسكال اسم الجهاز المكبس الهايدروليكي يتكون من مكبس صغير اللي هي الدوسة الزغيرة اللي جوها العربية مساحة مكبسها الزغيرة يا ولاد ايه سمول انا بضغط برجلي عشان لما نحلي المسائل دلوقتي بف سمول مجرد ما بضغط بيزيد الضغط بسرعة في انحاء السائل ويتزاد ويتجه الى المكبس الكبير فبالتالي بيضغط عليه بصورة كبيرة جدا فبيأثر على المكبس الكبير اللي هو ايه كابتل وبالتالي بيأثر على الكوة بتاعت اللي هي الكبيرة اللي هي بأثر بها اللي هي السيارة وبالتالي بتقف العربية من نتيجة لفكرة عمل المكبس الهايدروليكي ممكن نشوف مع بعضنا بتجيه بسيط جدا يبين قاعدة بسكال بسكال قال ايه انا هزود الضغط على سائل والسائل ده هو موجود في الاناق طبعا عشان الاناق بلاستيك الاناق انفجر ولكن اعجي فكر يعمل ايه علشان يقدر يستفيد من هذه الفكرة وهذه القاعدة ابتدى يفكر بسكال وقال انا هجيب اناق والاناق ده احط فيه سائل وبتجي اضغط على السائل ده بحيث ان انا كل ما بزود الضغط هو بيضغط على السائل الزيادة بتزيد قوي بين ارجاء السائل وبين جزيئات السائل اللي عندي فابتدى يستعمل التطبيق بتاعه على قاعدة بسكال ايه المجبس الهايدروليكي اهو عبارة عن مجبس صغير ومجبس كبير مساحة المجبس الصغيرة ايه سمول مساحة المجبس الكبير كابتل زي ما قلنا والسائل عندي اللي هو بين المساحة اللي بين المجبسين لما أصر بضغط على المجبس الصغير أصر وزاد وفارتفع المجبس الكبير الى اعلى المجبس الكبير الاعلى هو متصل بالقوة الكبيرة اللي هي السيارة والمجبس الصغير اللي هو قلنا بالقدم بتاعتي اللي هي اف سمول هو عايز يعمل ايه عايز يجيب حاجة اسمها الفائدة القلية للمجبس فالف بتساوي a capital على a small مضروبة في f small من هنا قدر يجيب الفائدة القالية بتساوي f capital على f small بتساوي a capital على a small الف capital هي القوة الكبيرة اللي هي العربية f small دي اللي هي القدم بتاعتي a capital اللي هي مساحة العربية a small اللي هو المجبس الصغير اللي عندي طبعا أنا بستخدم القاعدة دي في حاجات كتيرة جدا عندي إما في رفع سيارات في محطات البنزين أو الكرسي بتاع الأطباء الأسنان اللي هو بيرفع مغربة بيدوسة صغيرة على ضغط بترفع هذا الجهاز وطبعا عندي ممكن أننا نستخدمه في فرامل السيارة وفي هي الكوريك كلنا طبعا بنستخدم الكوريك نشوف يعني إيه كلمة فائدة آلية للمجبس الهايدروليكي إحنا قلنا المجبس عبارة عن مساحتين مساحة كبيرة ومساحة صغيرة يعني إيه كابتل وإيه صمور هي عبارة عن النسبة بين مساحة المجبس الكبير إلى مساحة المجبس الصغير يبقى لما يقولي يعني إيه فائدة آلية للمجبس هو عبارة عن النسبة بين مساحة المجبس الكبير إلى مساحة المجبس الصغير نوع آخر من أسئلة ما المقصود بأن الفائدة الألية للمجبس بيساوي 100. هنا هو عايز تعريف الفائدة الألية بسلوب آخر. فبنقول أي أن النسبة بين مساحة المجبس الكبير إلى مساحة المجبس الصغير بيساوي 100. 100 إيه؟ من غير وحدة قياس. إحنا اتفقنا من شوية النسبة لا تميز. ليس لها وحدة قياس. هي بس النسبة بين المساحة الكبير إلى الصغير بيساوي 100. وهنشوفها مع بعض في المسال. نشوف كده مساحة بيقول إيه؟ دي محطة خدمة لغسيل السيارات. كان نصف قطر أنبوبة الهوى المضغوطة في آلة الرفع الهايدروليكي هو 1 سنتي. ونصف قطر المجبس الكبير 16 سنتي. احسب قوة ضغط الهوى اللازم لرفع سيارة قطلتها 1800 كيلو جرام علما بأن عجلة الجذبية بتساوي 10 متر لكل ثانية تربية. المسائل بتاعة قاعدة باسكاليا ولاد. فيه ولاد كتيرة قوي بيقولوننا أنهنا القوانين فعلا بتدخل في بعض. ما نهاج تانية يعني فيه قوانين كتيرة ويعني دا سيما شوية. ولكن المسائل بتاعة النهاردة سهلة جدا. أنا عندي بتكلم عن مساحة مجبس كبير ومساحة مجبس صغير. هيقول لي مثلا في خدمة لغسيل السيارات يعني المحطة. هيقول لي مثلا قالت المجبس الهايدروليكي. يوا برضو تبع مبدأ المجبس يوا قاعدة باسكال. اللي هي ايه F كابتل على F سمول. بيساوي A كابتل على A سمول. ده القانون اللي أحلي بالمسألة. طيب هو هنا مديني ايه؟ هو مش مدي مساحة ياولاد. ركزوا كده هو مدي نصف قطر. هنا خدنا من ابتدائي اننا عشان اجيب مساحة الدايرة باقول ايه؟ هي باي ار تربية. او زي ما انتم حفظينها طه نق تربية. فاكرين زمان مساحة المجبس الدايرة هي طه نق تربية. طب انا هعمل ايه؟ هقول هنا هو نصف القطر. الانبوبة واحد سنتي. يعني انا عايز ايه؟ ده نصف القطر ده اللي هو الار. لا انا مش عايز ار انا عايز الايه؟ الايه؟ اللي هي اس مول. لان دي المجبس الزغير. طب فاقوله اس مول اللي هي عبارة عن ايه؟ باي ار وان تربية. اللي هو الار بكام هنا بواحد سنتي. طب هو محوله الى سنتي. لا انا مش عايز ار بسنتي. انا عايز ار بالمتر مربع. المساحة بالمتر مربع. فبضرب ياولاد في عشرة قص سالب اربعة. بحول من سنتي المتر مربع بضرب في عشرة قص سالب اربعة. طيب ونيجي للمجبس الكبير بقى. نصف كتر المجبس الكبير عشرة سنتي. يبقى معنا كده دوت الار اتنين. لو نصف كتر برضو. لأ انا عايز مساحة لها ايه كابتل. فهقول ايه كابتل هي باي ار اتنين تربية. اتنين يعني المجبس الكبير. تربية لانه القانون بيقول كده باي ار تربية. طب يبقى هضرب ايه؟ ستاشر في ستاشر. وبعد كده ايه؟ سنتي. طب هعمل ايه؟ هضرب في عشرة قص سالب اربعة. طيب هو طالب ايه بقى في المسألة؟ احسب قوة ضغط الهوى. قوة. طب اي قوة كبيرة ولا الزغيرة؟ انا مش فاهم. نكمل مع بعض. اللازم لرفع سيارة قتلتها 1800 كيلو جرام. علما بان العاجلة الجاذبية بتاعتي عشرة. يبقى هو هنا مديني وزن العربية اولاد. اللي هي الـ 1800 في عشرة. ايه ده هو فيه وزن 1800 في عشرة؟ اه. احنا خدنا قبل كده ان نتبع قوانين يوتن التاني. اف بتساوي الام في جي. هو مديني قتلة العربية. اللي هي الـ 1800 والعشرة الجرافة بتاعتي اللي هي الجاذبية. فلما اضرب الاتنين دول في بعض يبقى دي الاف الكبيرة. يبقى هو طالب ايه قوة ضغط الهوى دي. اللي هي اف سمول. اللي هي رجلي. يبقى هو مديني ايه كابتل واسمول. ومديني اف كابتل وطالب اف سمول. نكتب القانون ونعوض. هنقول ايه اف كابتل على اف سمول بعض. الاف كابتل قلنا اللي هي امي في جي. 1810. على الاف سمول اللي هي المجهولة. بتساوي. احنا قلنا المساحة هو مش كاتبها يا ولاد. ولكن جايب نصف القطر. ايه كابتل اللي هي ار اتنين. اللي هي بالستة اصر. وايه سمول اللي هي ار وان. اللي هي بواحد. فهقول باي ار تو تربيع على باي ار وان تربيع. وابتجي عوض عن الار. هقول طبعا 108 في عشرة. بتمنتاشر الف على الاف السمول. بيساوي. البي اللي هي الطه. في 265 بدرب الرقمين في بعض طبعا. في عشرة قسالة بربعة. ليه دربط الرقمين؟ لانه مربع. بنقول باي ار سكوير. تربية. تحت المقام باي في وان. في عشرة قسالة بربعة. هعمل ترافين في وسطين. هعمل ايه. 18 الف في الباي في واحد. في عشرة قسالة بربعة. على الباي. في 265 في عشرة قسالة بربعة. لو انا بفهم شوية في الرياضة هعمل ايه. هشطب الباي مع الباي بسط ومقام. وهشطب العشرة قسالة بربعة بسط ومقام. هيتبقى عندي 18 الف على ال 265 هتديني F بتساوي 67 وتسعة من عشرة نيوتن. طبعا الحل اللي بيبقى بتركيش شوية يا ولاد. علشان المسائل دي بيبقى فيها افكار كتيرة. وطبعا القانون تعويض صح. وبعد كده خطوة خطوة لغاية ما بتطلع الايه المسألة. نشوف فكرة مسألة تانية بتقول مجبس مائي مساحة مجبسها الصغير أربعة سنتي. تؤثر عليه قوة قدرها متين نيوتن. ومساحة المجبس الكبير ألف ومتين سنتي. فإذا علمت أن عجلة السقوط الحر تساوي عشرة متر لكل ثانية احسب أكبر كتلة يمكن رفعها بوسطة المجبس الكبير اتنين الفائدة الآلية. المسألة دي مختلفة تماما عن اللي فاتت. اللي فاتت جايب مساحة المجبس الصغير مش جايب المساحة على طول جايب نصف الكتر المجبس الصغيرة أو المجبس الصغيرة ونصف الكتر المجبس الكبير وأنا جبت المساحة بعد كده وجايب الف الكبيرة اللي هي ال-M في جي اللي هي الكتلة العربية في عجلة الجاثبية لا هنا جايب المساحة جايب المساحة بتاعتي بس هو برضو جايبها هنا بالإيه بالسنطي وجايب عجلة الجاذبية وجايب الف الصغيرة اللي هي ب Mae do وعرفت من لين انها الصغيرة هنا بيقول لي ايه مساحة المكبس الصغير 4 سنتي تؤثر عليه قوة درها 200 يبقى دي قوة ايه 200 دي يعني ايه بدعة المكبس الصغيرة يبقى ايه في صمور طيب مساحة المكبس الكبيرة برضو هضرب في 10 أو السلبة 4 زي ما اتفقنا عشان احول المتر تربية فاذا علمت ان عجلة الجذبية بعشرة عايز اكبر كتلة يمكن رفعها بوسطة المكبس الكبير وبعد كده عايز الفائدة القلية اللي هي النسبة من مساحة المكبس الكبير الى مساحة المكبس الصغير طب انا هعمل ايه اول حاجة نكتب القانون القانون بيقول ايه يا ولاد صح كده F كابتل على F سمول بيساوي A كابتل على A سمول وبعد كده روح ايه ابتجي اعود عندي في المعادلة ال F الكبيرة اللي هي عبارة عن MFG هو عايز الMG اكبر كتلة اللي هي ايه كتلة السيارة يبقى هو عايز الMG اللي هي اكبر كتلة G عجلة الجاذبية على F سمول اللي هي القوة بتاعت الدواسة الزغيرة فوق الA انا حولتها لمتر مربع ب12% تحت الA سمول ب4 في 10 أس سالب ب4 اشانا حولها برضو لمتر تربية واعمل معادلة هضرب 200 في 12% على 10 في 4 في 10 أس سالب 4 تطلع الM بكامل كتلة اكبر كتلة اللي هي كتلة السيارة ب6000 كيلو جرام كده انا جبت اول مطلوب طب المطلوب التاني هو عايز الفائدة الالية للمجبس يعني ايه كابتل على ايه سمول تمام يبقى انا هعوض 12% على 14 أس سالب 4 هتطلع النسبة بتاعتي 300 300 ايه ايوة صح كده 300 فقط يعني ايه اصلا انا اتفقنا ان الفائدة الالية ليس لها وحدة قياس ياولاد صحي الكلام يبقى انا عملت ايه انا ترابط مطلوبين هو طالب اكبر كتلة وانا جبت اكبر كتلة ازاي هعوض عاجي خالص وابتدي اجيب اكبر كتلة طيب انا عايز بعد كده الفائدة الالية اللي هي ايه كابتل على ايه سمول تمام اللي ايه كابتل على ايه سمول طبعا انا عندي اصلا الايه من الاول هعوض بس مجرد ان انا حولها من سنتي المتر مربع يعني وحدة المساحة بالمتر تربية واكتب الارقام وهي ايه ديني تلتمية تلتمية ايه تلتمية فقط احنا اتفعنا النسبة هي ايه لا تميز يعني ليس لها وحدة ايه قياس ودي كانت فكرة المسألة ايه التانية نبتدي بقى في قاعدة ارشيميديس فاكرين قاعدة ارشيميديس ياولاد لو انا جبت كباية نفتكر كده مع بعضينا وحطيت فيها مائع شوية مية وجبت قطعة من الفلين وقطعة من الحديد ممكن جنيه او مصمار وجيت مالية الكباية عندي شوية مائع ليه زي المية وحطيت الجسمين مع بعض اللي بيحصل ايوة صح كده بلاقي الجسم الخفيف اللي هو قطعة الفلين ممكن قطعة خشب مش لازم الفلين ممكن قطعة خشبية ممكن عود كابريت يطفو على سطح الماء اما القطعة المعدنية او الجنيه او المصمار فايه بيغوص في الماء ارشيميديس قال ايه قال انا عندي بعض الاجسام طافية على سطح الماء والبعض الاخر يغوص في باطن الارض بيسري في باطن الماء ليه اللي بيحصل ياولاد فيه ناس يقول اه قصت ده كسفته خفيفة وده كسفته تقيلة علميا صح تمام بس انا ما بتكلمش عن درس الكسفة انا بتكلم عن درس قاعدة ارشيميديس طب قاعدة ارشيميديس فيه ايه درس ده عشان لما احل احل صح قال لي عندي حاجة اسمها قوة دفع السائل اسمها ايه قوة دفع السائل السائل ده ياولاد مجرد ما بحط اي جسم صلب فيه بتنشأ هذه القوة وبتحاول ترفع الجسم الصلب اللي انا حطه لو الجسم خفيف هتقدر ترفعه الى اعلى يبقى كده وزنه ايه قليل يبقى قوة دفع السائل اكبر من وزنه لانه هو جسم خفيف فقدرة المية تشيله زي قطعة الفلين قطعة تلج قطعة خشب اما اذا وضعت جسم معدني زي المصمار تيجي المية هتحاول بقوة الدفع بتاعتها دي تشيله مش قادرة ليه اصل وزن الجسم كبير معنى ان وزن الجسم كبير يبقى قوة دفع السائل قليلة يبقى انا لما باجي يجي لي سؤال وعايز الاجابة بدرس قاعدة ارشيميديس لازم اقول يا اما وزن الجسم مثلا اكبر من قوة دفع السائل او العكس صعيد قوة دفع السائل اكبر من وزن الجسم ما بجيبش سيرة الكسافة دي خالص ياولاد لانه كل درس ليه زي ما بقوله التكاية بتاعته او الحتة اللي هي المهمة بتاعته نشوف قاعدة ارشيميديس بتقول ايه اذا غمر جسم كليا او جزئيا في سائل او ماء فانه يكون مدفوعا بقوة من اسفل الى اعلى وهذه القوة تعادل وزن حجم السائل المزاح اللي عندي او الماء اللي عندي انا ممكن اعمل التطبيق لقاعدة ارشيميديس في البيت اجيب كباية واملاها الاخرها مية واجيب طبق نضيف واروح حطة كباية بشوش فيه واجيب اي جسم صلب يعني مسلا ممكن اجيب ممكن لمونة بشوش خالص وباحتراس اروح حطتها جوة الاناق اللي هي كباية اللي فيها السائل مجرد ما حطت جسم زيادة انا مالي كباية لاخرها بلاقي الكمية من الماء وزيحت نزلت من الجانبين لو انا عندي ميزان حوز اللمونة وزنها وهوزن كمية السائل اللي وزيحت هلاقي اللي اتنين قد بعض بالضبط وده اللي ايه وصله ارشميدس بالقاعدة بتاعته اللي هو الجسم المغمور كليا او جزئيا في سائل فانه يلقى دفعا من اسفل الى اعلى اللي احنا نقولنا اسمها ايه قوة دفع السائل وهذا الدفع بيساوي وزن حجم السائل المزيح نشوف كده لما يجي يقول لي ايه اعلل لميات طفوا قطعة من الفلين على سطح الماء هنقول ايه الفلين على سطح الماء اه هي خفيفة لكما انا لازم تبع الدرس بتاعي هقول ليه لان قوة دفع السائل اكبر من وزن الجسم لانها خفيفة قوة دفع السائل اكبر من وزن ايه الجسم وممكن تشوف مع بعض كده قطعة من الفلين او القرى من البلاستيك اللي بيحصل هي طفية على وش الماء ليه لان ابتدت الماء تشيلها من تحت تشيلها ازاي بقوة دفع السائل طب انا لو عندي بدل قطعة من الفلين جبت مواد مختلفة ممكن اجيب قطعة خشبية قطعة بلاستيك مكعب تلج التلاتة بيطفو مع قطعة الفلين يبقى التلاتة اقدر ان انا استخدمهم بقاعدة ارشيبيدس طب الاجابة لو انا بدلت قطعة من الفلين وجبت قطعة من التلج او قطعة خشبية او قطعة من البلاستيك كلمة تطفو على سطح الماء يبقى معنا كده ان هي خفيفة تمام يعني وزنها قليل يبقى السائل قدر يشيلها فبقول ان قوة دفع السائل اكبر من وزن الجسم نشوف كده سؤال اخر بيقول لي علل لما يأتي امكان رفع جسم بسهولة عندما يكون مغمورا تحت سطح الماء بينما يكون من الصعب رفعه في الهواء يعني انا بسهولة جدا انا ممكن اشيل الجسم لو هو تحت المية وانا شايله لكن لو هو موجود في الهواء بيقى صعب جدا طبعا ده برضو طبع قاعدة ارشيبيدس يا ولاد هقول ليه بسبب خاصية ارشيبيدس او بسبب وجود قوة دفع السائل هي اللي بتشيل معايا القوة دي موجودة في السائل فمجرد ما نحط الجسم اللي انا شايله مغمور تحت المية بيحاول يساعدني وبيشيل معايا بوسط هذه الخاصية اللي هي قوة دفع السائل اللي موجودة في الماء اللي عندش سؤال بيقول لي متى يطفو الجسم على السطح طبعا كلمة يطفو الجسم على السطح يبقى دي خاصية ارشيبيدس لانه هو ارشيبيدس تبع ايه يا ولاد قوانين الطف هقول ليه عندها يكون امتى لما يكون قوة دفع السائل اكبر من وزن الجسم قوة دفع السائل اللي هي رمز يا ولاد هو FB قوة يعني F B يبقى قوة دفع السائل رمز على بعض FB اكبر من وزن الجسم الوزن احنا خدناها بلي كده في سنة أولى ويه W لكن جسم صلب لما بكلم مثلا عن قطعة التلج او قطعة الخشب او قطعة البلاستيك يبقى W يبقى انا عندي فيه رمزين جداد دلوقتي FB اللي هي قوة دفع السائل و WS اللي هو وزن الجسم الصلب طب هو بيقول لي يصفو الجسم يعني على وش الماء يعني معنى كده وزنه خفيف يبقى مين اللي شايله السائل يبقى لاني قوة دفع السائل اكبر من وزن الجسم يعني FB اكبر من WS اللي هي بتاعتي ممكن لو جات في الامتحان لو انا حافظ الرموز تمام لو انا مش حافظ طبعا لازم اكتب ال A بالعربي سؤال اخر متى يغوص الجسم في السائل لو انا جبت المصمار اللي بيحصل طبعا وزنه تقيل فيبقى وزن الجسم اكبر من قوة دفع السائل يبقى معنى كده WS هيبقى ماله اكبر من FB يبقى عكس اللي فاتت على طول ده زي مثلا للايه المصمار نشوف كده قوة دفع السائل موجودة عندي تورينا هي قطعة الفلين او المصمار انا حطت البلونة طبعا بتعتبر كأنها قطعة فلين هو بيحاول يضغط عليها فطبعا لو انا ضغطت عليها بقوة من اعلى بتنزل تحت ولكن مجرد ما برفع القوة دي المية بتقدر تشيلها اللي موجودة هي اللي هي الفرس بتاعتي اللي هي FB اللي اسمها قوة دفع السائل طيب لو جاب بقى مصمار وحطه في الماء اللي بيحصل طبعا بيغوص الى اسفل طيب لو انا عندي بقى سفينة بيقولي طب هي سفينة اللي هي ما بتغسش هنتكلم عنها بعد شوية المصمار طبعا الجزئ بتاعه او جزئاته بتبقى متماسكة جدا لانه مادة صلبة طب ايه اللي بيحصل وزنه بيبقى تقيل جدا فبالتالي بيغوص في قاع الماء طب بمعنى كده يعني وزنه اكبر من قوة دفع السائل طيب بالنسبة بقى للسفينة او اي مركبة او اللانش او اي حاجة ايه اللي بيحصل ربما هي بتبقى تقيلة لكنها بتبقى طفية على سطح الماء ربما جاي جاي بيقولي اوه في قوة دفع السائل من اسفل الى اعلى طبعا هو في حاجتين السفن بتتزن يا ولاد او استقرار السفن بيجي نتيجة لاتزان الاكسام او استقرار هي عبارة عن ايه ان قوة دفع السائل لازم تساوي وزن الجسم يعني الجزء اللي فوق المركبة او السفينة او اليخت ايا كان لازم بيساوي الجزء اللي تحت فيه المية عشان كده بيحصل حالة اتزان في المركبة او اليخت او السفينة او الباخرة لكن لو حد منهم اختل القيمة بتاعته بيحصل اختلاله بايه ممكن السفينة بتغرق زي مثلا اللي هي المراكب بتاعت الهجرة الغير شرعية اللي بيحصل ان انا بحملها من فوق بكمية كبيرة جدا من الاشخاص يعني مثلا لو انا المركب مثلا بتشيل 2000 كيلو ولكن انا طبعا نتيجة اللي جاشع الانسان بيحب ان هو يزود شوية فيحط حمولة 2000 ونص طبعا في 500 زيادة اللي بيحصل كده مفيش اتزان بقى مفيش استقرار يعني وزن الجسم مش قد قوة دفع السائل لا ده وزن الجسم زياد المية مش قادرة تشيل الوزن الجديد فاللي بيحصل فبتغرق السفن او المراكب بتاعتنا يبقى نعرف لانه فيه حالة اتزان او حالة استقرار للاجسام الطافية نشوف مع بعض كده ماذا يقصد باستقرار للاجسام الطافية يتنشأ الاتزان بتاع الاجسام عندما يتساوى قلنا ايه وزن الجسم الطافي الى اسفل مع قوة دفع السائل الى اعلى ويكون خط عملهما على خط واحد يبقى نعنجي الاتزان بيحصل لما بيتساوى وزن الجسم مع قوة دفع السائل واللي الاتنين بيبقوا على نفس الخط لانه هي FB بيساوي WS ما المقصود بان قوة دفع سائل لجسم طافي بيساوي 20 نيوتن اي ان اي وصح برافو وزن حجم السائل المزاح بيساوي 20 نيوتن ما احنا اتفقنا مدام في حالة استقرار يبقى وزن الجسم بيساوي قوة دفع السائل طيب سؤال اخر بيقول ماذا يحدث عندما يكون الجسم معلق في السائل اي في حالة اتزان ويجايبلي اي شكل السفينة يبقى معنا كده لازم وزن الجسم بيساوي قوة دفع السائل اللي هي FB بتساوي WS طيب في حالة استقرار السفن هي السفينة عندي في حاجة اسمها مركز السقل G وعندي فيه المركز الظاهري اللي هو بنقول المركز الظاهري دايما بيه اذا كان مركز السقل السفينة وقع على نفس خط المركز الظاهري يعني نفس الخط يبقى استريت خط واحد بيحصل اتزان يا ولاد للسفينة وعندي في حاجة اسمها مركز السقل قوة الدفع ومركز السقل السفينة اذا كانوا في حالة اتزان على خط عمل واحد فالسفينة تكون مستقرة ولكن في بعض الأحيان السفينة بتبقى هتقع ويحصل لها انها تتقلب ولكنها بيحاول الربان انه هو يرجعها الى موضع الاستقرار بتاعها ماذا يحدث في حالة ارجاع السفن الى موضع الاستقرار اذا كان مركز سقل قوة الدفع عن يمين مركز سقل السفينة قوة الدفع اذا كانت يمين يا ولاد فبينشأ حاجة اسمها عزم ازدواج هذا العزم يعمل على دورة السفينة عكس عقارب الساعة يعني فيه قوة الفوق وقوة التحت فبينشأ عزم ازدواج اذا اعتدلت السفينة يعني قدر انه يزبطها طبعا فيه رياح وفيه عواصف فلازم يبقى قوة دفع الساعة اليمين ومركز السقل الشمال فبيتكون عزم ازدواج عكس عقارب الساعة ودايما معناها كده يبقى المركز الظاهري اعلى من مركز سقل السفينة لكن في بعض الاحيان مع الحركة ومع العواصف والحاجات دي ببس لقى ان مركز سقل السفينة بيبقى اعلى يبقى تقل السفينة اعلى من المركز الظاهري يعني معنى كده ان مركز قوة الدفع ده بيجي يسار ومركز سقل السفينة بيأتي الى اليمين فبيحصل معاهم هو مش عارف يزبطه فبيحاول الربان يعتدل ويعدل الدفع ولكن اللي بيحصل ان سقل السفينة بيبقى ناحية اليمين وبيبقى اعلى والمركز الظاهري الخفيف تحت فبيحصل ينشأ عزم الزواج مع عقارب الساعة يعني بيلف مع عقارب الساعة فبتنقلب السفينة وتقع إذا كان عزم الزواج مع عقارب الساعة تنقلب السفينة ما بتتدلش إذا كان عزم الزواج ضد عقارب الساعة تعتدل السفينة وبتمر بسلام دي حالات الاستقرار بتاعت السفن يا أولاد كده احنا مع بعضين خدنا النهاردة عملنا مراجعة حلوة خلصنا فيها الكسافة وخدنا الضغط وأجهزة على الضغط لقياس الضغط الجوي أو الضغط الغاز وخدنا قاعدة بسكال وعرفنا أننا باستخدمها في استخدامات كتيرة زي فرامل السيارة أو الكوريك أو الكرسي بتاع طبيب الأسنان وختمنا بقاعدة أرشميدس وقانون الطفو ودلوقتي أنا أعرف ليه أن في بعض الأجسام طافية على سطح الماء وبعض الآخر بيكون يغوص على في باطن السوائل وخدنا إزاي بتعتدل السفينة في حالة الهياج أو العواصف فبعض الأحيان في بعض السفن بتمر بسلام أما البعض الآخر بيغرق لما يكون مركز السفينة بيبقى أسفل المركز الظاهري بتعتدل السفينة إذا كان المركز الظاهري تحت ومركز ثقل السفينة تقلع من فوق فبتنقلب السفينة نتيجة عزم الإزدواج أتمنى أن تكونوا استفدتم من المراجعة بتاعتني النهاردة إن شاء الله وأشوفكم وألقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء